رغم قرع إسرائيل طبول المعركة في مدينة رفح كما استمرار التصعيد في مناطق قطاع غزة لا يبدو أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس مستبعد فبعد أيام على تعليق مفاوضات التهدئة في القاهرة لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التوصل الاتفاق يتعلق بصفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل قبل العاشر من مارس المقبل كذلك توقع مسؤولون إسرائيليون إتمام صفقة المحتجزين خلال الشهر المقبل ووفق صحيفة هارتس فأن شهر رمضان سيكون فترة مثالية لتنفيذ الاتفاق تفاول أمريكي وتشاؤم إسرائيلي بشأن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل نبرة التفاؤل تميز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرمادية حتى في ذروة الأزمة بلينكين قال إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس ممكن قبل رمضان وتحدث عن مسائل عالقة يتعين حسمها وهو ما أشارت إليه مصادر إسرائيلية اعتبرت أن رمضان سيكون فترة مثالية لتنفيذ صفقة التبادل وترى إدارة بايدن أن الصفقة ستكون مفتاحاً للسلام الدائم على أساس حل الدولتين تلقينا رداً من حماس قبل أسبوع ورغم أنه يتضمن عدداً من المسائل الغير الواضحة إلا أنه يوفر أمكانية العمل نحو التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن ذلك ممكناً وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتحدث عن إمكانية إحراز تقدم بشأن اتفاق الرهائن فإن الطريق لتحقيق ذلك لا يزال طويلاً وصعباً لسيما بعد أن وصلت محادثات القاهرة إلى طريق مسدود الحكومة الإسرائيلية علقت مصير الصفقة بيد حماس ومنعت عودة وفدها إلى القاهرة رغم حديثه عن تقدم إيجابي في جولة المحادثات الأخيرة ولكن المفاوضين الأمريكيين يواصلون مشاوراتهم متنقلين بين تل أبيب والقاهرة فأمامهم عقبات كثيرة تعترض سبيل الاتفاق تتعلق بالخلاف على الهدنة التريد حماس تنفيذ وقف إطلاق نار شامل ودائم مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وهو مطلب ترفضه إسرائيل والعقبة الثانية تتمثل في عدد الأسرى والرهائن وتصر إسرائيل على مبادلة ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجونها مقابل كل رهينة عملا باتفاق نوفمبر فيما تسعى حماس لصفقة الكل مقابل الكل ومن بين المسائل التي تعقد الاتفاق الوضع الراهن للمسجد الأقصى وهو مسألة تعارض تل أبيب تضمينها في الاتفاق حماس كانت في ردها على إطار باريس قدمت مقترحا هذا الشهر يتضمن عملية من ثلاث مراحل على مدى أربعة أشهر ونصف قوبل برفض إسرائيلي وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا من حلفائها ومن عائلات المحتجزين للعودة إلى طاولة القاهرة ولكنها اختارت أن تضغط عسكريا باشتياح رفح لإعادة الرهاء والوعيد بتدمير حماس وإجبارها على تغيير موقفها التفاوضي قبل استئناف محادثات القاهرة ضيوف الحوار الأول من غرفة الأخبار من حيفة الوزير السابق عن حزب الليكود المحامي أيوب قارة من القاهرة وزير شؤون الأسراء السابق في السلطة الفلسطينية صفيان أبو زايدا ومن عمان الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية دكتور أمين المشاقبي أهلا وسهلا بكم جميعا معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار أستاذ صفيان أبو زايدا أمال كبيرة بإتمام هذه الصفقة صفقة التبادل قريبا هل لديكم أي مؤشرات على ذلك أستاذ صفيان يعني مساء الخير مساء النور ولكل المشاهدين ولضيوفك الكرام يعني يعني يريد الوزير الخارجية بلينكين يعطيني قليلا من التفاؤل الذي لديه وأتمنى أن يكون تفاؤله في مكانه وأن يتم صفقة ويتم وقف إطلاق النار وإنهاء وإنهاء الحرب ولكن في الحقيقة المؤشرات الموجودة على الأرض لا تشير إلى ذلك على الأقل حتى الآن بمعنى على إطار باريس حماس قدمت ورقة فيها أمور محددة حول عملية التبادل وإنهاء الحرب وأعتقد بعد تردد من نتنياهو ومنعه للوفد الإسرائيلي بالذهاب بالعودة مرة أخرى إلى القائرة تقدموا برد الرد أيضا هو من وجهة نظر حماس على الأقل هو رد سلبي جدا لا يلبي الحد الأدنى من المتطلبات سواء كان في عدد الأسرى مقابل المحتجزين والأسرى الإسرائيليين أو فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب أن تتخذ بما في ذلك عودة النازحين الذين أجبروا على خلاء بيوتهم عودتهم إلى مناطقهم بما في ذلك شمال غزة والأهم من كل ذلك هو أن تنتهي هذه العملية عملية التبادل بوقف شامل لإطلاق النار بمعنى إنهاء الحرب أعتقد حتى الآن حتى الآن المسافات بعيدة والفوارغ كبيرة رغم وجود يعني رغم وجود رغبة قطرية مصرية أمريكية دولية بأن وجزء كبير من الإسرائيليين يريدون أن يتم ذلك ولكن كما أرى يعني حتى الآن المسافات بعيدة للأسف الشديدة ما وصفته بالمسافات البعيدة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي سماه بالمساء الغير الواضحة هو قال نحن طلقينا ردا من حماس قبل أسبوع رغم أنه يتضمن عدد من المساء الغير الواضحة إلا أنه يوفر إمكانية العمل نحو التوصل إلى اتفاق وبأكد بلينكين أو بيعتقد أنه ذلك ممكن شو رأيك يا سيد قارة هل يمكن التوصل إلى اتفاق قريبا حتى أصوات إسرائيلية داخلية قالت أنه شهر رمضان بإمكانه أن يشكل فرصة أو يمكن موضوع ممكن الاستفادة من هذا الشهر لتطبيق الاتفاق شو تعليقك يعني كان بأمنيتي أنه شهر رمضان يكون نستبعد يعني غير متفائل أستاذ قارة يعني من ناحية المبدأ اللي بينظر للحرب هاي بينظر كيف تعامل حماس لسكان غزة مش لا إسرائيل بيفهم تمام قديش إليهم قيمة سكان غزة في نظره أو المشكلة الفلسطينية لذلك يعني كل هاي الأقويل والترحات الحماسية تسميها اللي هو عم يحكي عليها هي ليس أكثر من أنه مستمر في عاناته وكأنه منتصر وشايف الشعب والعالم أنه غزة أصبحت رماد في أكثر مناطق ولكنه ومش شايفة هو بينظر أنه إيران موجودة على أرض الواقع تقول له يعني وتعطي أوامر استمر في الحرب لأنه مصلحتها عدم الاستقرار وعدم السلام وعدم الدولتين ما هممها إشي بصير بها المنطقة والفلوس تبعها بتأثر على كل هاي المنظمات الإرهابية لذلك هو بيأخذ أوامر يمكن من قطر بس قطر بتنسق كل الأمور مع إيران ولذلك أنا استبعد كثير أنه يريد أي موقف اللي من خلاله يكون استقرار لو كان بده هذا الشيء بكرة الصبح بيكون لأنه إسرائيلي الإسرائيل خاضعة مبدئيا لأمور الرهائن أنها تستبدلهم بأي ثمن وموضوع حتى هذا الموضوع فيه تشكيك فيه يا سيد قارة لأنه كان فيه الكثير من الفرص التي ضيعت واللي كان بإمكانها لربما يمكن إنجاح صفقة تبادل لأنه حتى حتى الساعة اليوم فيه انتقادات إسرائيلية لنتنياهو نفسه بأنه لم يأخذ المحتجزين على محمل الجد في هذه الحرب بطبيعة الحال نقطة مهمة سأعود إليها معك سيد أيوب قارة لكن الدكتور أمين المشاقبي معالي الوزير يسمع كان هذا التحليل أنا بدي أسمع رأيه معالي الوزير شو اللي أنتجتوا هذه المفاوضات هذا الحركة الدبلوماسي الحثيف على المستويين الدولي والإقليمي نحو التهدئة شو اللي توصلنا إليه اليوم يعني صحيح أن لم نتوصل إلى شيء بعد لكن المحاولات جارية على قدم وساق من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل قطر والحكومة المصرية في إيجاد حل هذه الحرب لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب إلى الأبد وبالتالي هذا صراء يعني تم فيه تدمير كامل غزة وكما يقول قرأ أن الذي جعل غزة دمارا ووضحها سيء للغاية هم الإسرائيليون الذين يعني لم يعطوا أي شيء لأبعاد إنسانية تتعلق بالشعب الفلسطيني الموجود داخل غزة وبالتالي وبالتالي المسعى الأمريكي خصوصا يعني بايدن يسعى إلى إيجاد حل على الأقل هدنة شهر ونصف إخراج أكبر قدر ممكن من المحتجزين وكما قال اليوم أنه ليس كل المحتجزين إسرائيليين هناك محتجزين أمريكان هو إذن يسعى لإخراج هؤلاء الأمريكان مع الإسرائيليين باتفاق بين حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة لكن اللي أقوله أن هناك تعنت تعنت من قبل الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في إدارة الأمر بمفرده حتى بعيدا عن مجلس الحرب كما ذكر اليوم أنه يعني يحاول أن يعني يسفرد بالأمور بطريقته الخاصة هو يريد أن ينقذ رأسه سياسيا وأن يظهر للشعب الإسرائيلي أنه يعني الشخص العظيم الذي أنقذ إسرائيل أحنا نقول أن هذه القضية الفلسطينية لا بد لها من حل هناك سبعة مليون فلسطيني على أرض فلسطيني التاريخية لا بد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة هذا التوجه ترفضه إسرائيل اليوم لكن يعني لا بد من التوصل إلى حل هذا أمر حتمي أستاذ صفيان أبو زيدة بلينكين قال أنه هناك قضايا صعبة جدا تنتظر الحسم يعني كيف يمكن حسم هذه القضايا التي تعتبر جوهر الخلاف الأساسي هنا نعود إلى النقطة الأساسية إسرائيل لا تريد الاعتراف بدولة فلسطينية إسرائيل مصرة على استكمال أهداف ما تقوم 7 أكتوبر لن يتكرر كيف يمكن للجانب الفلسطيني أن يضمن ذلك اليوم يعني أولا وكأن القضية الفلسطينية والمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية بدأت في 7 أكتوبر مع العلم أن القضية الفلسطينية وهذا الصراع له عشرات السنين وبالتالي أيضا يعني 7 أكتوبر كان يعني يوما فاصلا وما بعد الرد الإسرائيلي أيضا الوحشي جدا ليس من وجهة نظر الفلسطينيين بل من وجهة نظر العالم بما في ذلك الأمريكان الذين يزودوا لهم بالقنابل هناك مصارين لكي لا نضيع الوقت في جدل في جدل بيزنطي هناك مصارين أعتقد أن الولايات المتحدة تعمل وفق هذا المصار مع الدول العربية مع قطر مع مصر مع السعودية مع الإمارات المصار يقود إلى إجراء عملية تبادل شاملة وقف كامل لإطلاق النار تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على إدارة الأمور تطبيع بين السعودية وبين إسرائيل مصار سياسي يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة هذا هو المصار الخط وهناك إسرائيليين بالمناسبة أعتقد أنهم يتقبلون هذا العمر والمصار الثاني الذي يقوده نتنياهو والمتطرفين الذين يجلسون بجانبه من سموتريش وبينكفير وبعض الوزراء في اليكود وأعضاء الكنيسة في اليكود الذين لا يختلفون مع سموتريش وبينكفير لا يريدون كل هذا الأمر لا يريدون أن ينتهي هذا الصراع لا يريدون أن تنتهي هذا الحرب وأنا أجزم أنهم لا يريدون أيضا أو لا يكترثون لعودة المحتجزين والأسرة من غزة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وبين ذلك نتنياهو لا يكترث كثيرا لهذا الأمر هو يلعب بالوقت هو يكسب الوقت ربما يعتقد أن بعد ثلاث شهور من الجدل البيزنطي وحرق الوقت ستدخل ولايات المتحدة في أجواء الانتخابات وبالتالي هو ينتظر ربما شريكه السابق ترامب ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة في كثير تقارير سوفيان في كثير تقارير صدرت خلال الفترة الماضية أشارت إلى أن نتنياهو في هذه المرحلة يريد استمرار هذه الحرب حتى وصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة لكن أنا بدي أسأل سيد قارة لتابع معك هذا الشرح للمسارين أي خيار اليوم ستتخذه الحكومة الإسرائيلية هل الخيار اللي تريده واشنطن وتسعى إليه من خلال هذه المحادثات التي يجريها مسؤولون رفعوا المستوى أمريكيون في المنطقة أم أنه تسقط التهدئة في أيدي المتطرفين الإسرائيليين سيدتي العزيزة لما بتحكي على متطرفين إسرائيليين خليني سميهم متشددين يمينيين شو بدك سميهم سميهم شو ما بدك يا سيد قارة خليني نو على أنه ما في حياته واحد منهم مسك سلاح وحتى أغلبهم ما كانوا في جيش الإسرائيلي يعني لما بنحكي على متطرفين من ناحية الديمقراطية فقط لذلك لما نحنا بنحكي على الحرب هاي اللي أساسها هي إيش هي الاختراح البايدن على تسوية وعلى السلام الدائم بالمنطقة اللي دعمونا نتنياهو اللي قال نحنا ماشيين على هذا الخط قبل بضعة أشهر قال نحنا مع السعودية ومع الدولتين ماشيين قبل سبعة عشرة بأسبعين أو ثلاثة وبدأ تحضير لتغيير حتى الاتلاف الحكومي لذلك هاللي قام بسبعة عشرة قام لا يوقف هذا الموقف اللي إجابي المحترم اللي قام فيه الأمير محمد بن سلمان لذلك يعني هل انتو بتفكروا ان الأوامر أو الوسيطين بأثروا عم بيمولهم ماليا اللي سحق السلطة الفلسطينية اللي هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كرتها من غزة قتلها واليوم كل هذا بيقبل خط الوسيطين ولا هو اللي عم بيلعب بالنار لأنه في تهران ما بدون موصل للتسوية هذا موضوع اللي لازم تسأله مش إسرائيل إسرائيل يعني نتنياهو لوحده ما بيقرر أنا كون جرور اللي بيقرر يعني عطيتني إجابة سيد أيوب قارة عن كل الأطراف الآخرين كيف لربما يسيرون برأيكم وبحسب معتقداتكم هذه الحرب بس ما جوابني عن الجانب الإسرائيلي مين اللي بيقرر بإسرائيل اليوم سيدة إسرائيل مبنية من جهازات نتنياهو مش زي الدول العربية بيقوم الصبح وبقول أنا بدي قاتل خليك خليك بنتنياهو خليك بنتنياهو عندي ضيوف من الدول العربية بترد على ذلك خليك بنتنياهو لو سمحت سيدة قارة فيه أنت شايفك كل يوم فيه نقاشات في الشارع وفيه مظاهرات في الشارع لأنها دولة وأنا سعيد أني أنا موجود كعربي في دولة أحسن دولة ديمقراطية فيها يمكن موصلش يكون رئيسها بس أنا في دولة ديمقراطية فيه لحقوق التعبير والانتقاد والمظاهرة هناك شوفي فيه هناك لما بيسمعوا انتقادات بفكروا فيه شي الجيش بقرر المشوار رئيس الحكومة عندنا بقول إيه أم لا أم المشوار ما بيد بيخلص في نتنياهو فيه جهازات أخرى مثل المساعد مثل الشباك اللي بيجوا بيعطوا رأيهم وفيه جهاز أخرى بتروح بساعتها بيكون قرار إنكم تفكروا أن نتنياهو متشدد أو اللي حواليه متشدد هذا الشعب الشعب يختار ما بتقدر يتغير شعب فاللي عم يستنى ليتغير شعب مش رايح يتغير بس اليوم اللي اختاروا الشعب هو اللي يعيش توتر كبير وهو اللي يحذر بإسقاط هذه الحكومة هذه مسألة مهمة سأعود إليها سيد قارة دكتور أمين المشاقبي في ظل هذه المشكلات المتشاعبة إن كان في الداخل الإسرائيلي اليوم اللي كما يعني فهمنا الآن إنه الجيش يقول لي سيد قارة إنه القرار بيده فيما نتنياهو يهدد باستمرار هذه الحرب وأيضا بتوسيعها نحو رفح اليوم في تهديدات كبيرة في ظل هذه التهديدات إلى أين ذاهب الأمور وهل يمكن للمفاوضات الجارية وللمساعي الحفيثة أن توقف هذا المسلسل نعم نحن نقول أن الولايات المتحدة تضغط على نتنياهو بالذات شخصيا في ضرورة الوصول إلى اتفاق داخل قطاع غزة لكن حتى رأي العام الداخلي هناك نسبة كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي تنادي بوقف إطلاق النار وبنسبة 61% أو 60% في بعض الجماعات هناك حوالي 30% من الشعب الإسرائيلي تنادي باستمرار الحرب على الرغم أنه اليوم استطلاع معريف يتحدث عن أن 71% من الشعب الإسرائيلي ينادي بضربة إلى حزب الله في جنوب لبنان من الممكن أن يقوم يعني بعيدا عن كل هذا الإشيء من الممكن أن يقوم نتنياهو بالتصعيد على الجبهة الشمالية لخلط الأوراق مع بعضها البعض وأخذ مدة زمنية أطول ببقاؤه في السلطة السياسية لكن اللي أقول أنا أنه يعني على الرغم من القول للأخ قرة أنه يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية هي دولة ديمقراطية قامت على الدم والنار قامت على الدم الفلسطيني وعلى قتل الفلسطينيين هناك اليوم 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح خلال 133 يوم في قطاع غزة حتى الادعاء بالممارسات الديمقراطية واتهام الدول العربية أنها ليست ديمقراطية ولا تتساوى مع إسرائيل نحن في الوطن العربي أن كل دولة إلها نظامها السياسي القائم على أسس دستورية وقانونية ولا نطعن بأحد لكن هو يطعن بالناس أو بالدول أو الأنظمة العربية الأخرى بطريقة غير دقيقة في هذا الأمر نحن نقول أن إسرائيل دولة ليست ديمقراطية دولة قامت على الدم والنار والدليل على ذلك ما تقوم به إسرائيل اليوم في غزة فيما يتعلق بعملية الوقف إطلاق النار أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستنجح بفرض وقف إطلاق النار على الأقل لمدة شهر ونصف وإيجاد صيغة للتبادل وحالة الخلافات القائمة بين حماس من جهة وبين إسرائيل من جهة ثانية لكن الذي يبقى القول عنه حتى نيتنياهو الذي يدعي الديمقراطية هو ليس ديمقراطي في مجلس الحرب هو في مجلس الحرب يخبئ أشياء عن زملائه ويهددونه بالرحيل من هذا المجلس وترك هذا المجلس له لأنه لا يطلعهم على القرارات فهو فرداني ووسائل الأعلام الإسرائيلية قبل ساعة تقريبا من الآن نعم قد نتابع هذا الخبر بالشريط الأصفر توتر على ما يبدو كان كبير باجتماع مجلس وزراء الحرب أمس جانس وآيزينكوت هددا نتنياهو بحل حكومة الحرب أنا بدي أسأل هنا السيد صفيان أبو زيدة إلى أي مدى يمكن التعويل لربما على سقوط هذه الحكومة كمخرج لهذه الأزمة يعني هذه نوجد نظر الإسرائيليين أنا أقول هذه أفشل حكومة في إسرائيل هذه أكثر حكومة متطرفة عنصرية فاشية السيد قرى هو درزي وهذه الحكومة شرعت قانون قانون القومية الذي يتعامل مع السيد قرى الذي يدافع عن هذه الدولة وديمقراطيتها بأنه يعني هو ضيف فيها في أحسن الأحوال وليس صحيح أنه يتمتع في كل الحقوق ويتمتع بكل الواجبات هذا كان في السابق أما الآن فهذه دولة يهودية عنصرية هذا أولا عندما أنا يعني لا أريد أن يعني وكأنني أرد على أحد ولكن عندما يقول أن سموترش وبنكفير غير متطرفين هم ليسوا غير متطرفين هم عنصريين وهم فاشيين وهم يدعون لترحيل الفلسطينيين ويدعون لقتل الفلسطينيين ويدعون للاستيطان في الضفة الغربية وفي غزة وهم يتعاملون أن العرب حثالات سواء كانوا حماس أو كانوا فتح أو كانوا مسالمين أو كانوا حربجيين هذه هي الحقيقة وثالثا أي ديمقراطية يتحدث عنها عندما نتنياهو يمنع رئيس الشباك ورئيس الموساد من الذهاب إلى القاهرة ورئيس المسؤول ملف المفاوضات عن الأسرة نيسان لا يذهب يعترض على تقييد الوفد الإسرائيلي من الذهاب وفي نفس الوقت هو لا يشاور أحد لا يشاور ونمحه في مجلس في مجلس الحرب أي ديمقراطية هذه التي تتخذ فيها الحكومة قرار بإدخال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية للعمل في إسرائيل وفقط لكي يحافظ نتنياهو على حكومة المتطرفة العنصرية الفاشية هو لا ينفذ هذا القرار أزيدك من الشعر بيت الأمريكان بعتوا دقيق طحين على ميناء زدود لكي يصل إلى غزة لكي يوفر غذاء لمن يعانون من خطر الموت جوعا في شمال القطاع سموتريتش الديمقراطي لم ينفذ هذا القرار بصفته وزيرا للمالية بحجة أن هذا الدقيق جاء إلى الأونروا وأهم قرروا أن لا يتعاملوا مع الأونروا ونتنياهو الديمقراطي وحكومة الديمقراطية لم تستطع حتى الآن تحرير الدقيق من ميناء زدود لكي يطعم الجوعة في قطاع غزة يعني إن كان الجانب الأمريكي لم ينجح حتى بالقيام بذلك هل يمكن التعويل أيضا على ما يقول أو ينقل وزير الخارجية أنتني بلينكين خليني بدي أذهب عن سيد قارة لأسمع رأيه بهذا الموضوع وزير الخارجية الأمريكي وزير خارجية البلد الحليف ليقوم بهذه المفاوضات يقول أنه التوصل لاتفاق يتعلق بصفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل لم يستبعد أن يتم قبل العاشر من مارس المقبل يعني حدد تاريخ واضح أستاذ أيوب قارة طيب اليوم حتى في مسؤولين إسرائيليين أكدوا على ذلك ليش شو اللي خايف منه نتنياهو حتى لا يرسل مفديه إلى القاهرة لألبحث في هذه الاتفاقات اللي يجب أن تبرم لإنهاء الحارب سيدتي العزيزة نحنا ما إلنا ضد الشعب الفلسطيني شي نحنا نتمنى كنا بكرة السبح يكونوا كل اللي انقتلوا موجودين بين أهليهم وبين شعبهم الموضوع هو موضوع حماس فقط هيكي بننظر للأمور لما حماس بده يظل في السلطة شو مصلحة إسرائيل تنهي الحرب حتى لو فيه ضغوطات عليها من بعيد يعني بمعنى آخر إيران موجودة في غزة مش الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني بأغلبية ساحقة أنا متأكد بده سلام بده دورتين بده استقرار بده اقتصاد بده كل شي هذا ما عندي شك أما اللي موجودين وفكروا في هاي الحرب وخططوها فكروا يجيبوا ملجأ واحد أو بدال هاي الأنفاق يعني يطوروا غزة يفكروا أنه لازم تكون غزة زي دبي هذا لا الموضوع موضوع إرهابي من الدرجة الأولى قاموا مدينة تحت مستشفيات تحت جوامع تحت مدارس ما سألوا على هذول العزل هذا الشعب بغلبية ساحقة اللي بيعاني اللي منسمع منه لما منوقف معه قديش كملوا وقبعوهن منسمعها في دينينا مش أنه حدا بيقولنا فلذلك مش بس القيادة العربية كلها بتحكيها بسر كمان الشعب الغزاوي كله كان بيتمنى بكرة سبح فإذا بيقوم بكرة كمان العالم أجمع سيد أيوب قارة العالم أجمع اليوم يقول أن التهدئة والأمن لن يتحقق إلا بحل دائم لهذه القضية الفلسطينية التي يعني عادت إلى طاولة المفاوضات بعد هذه الأحداث كلها دكتور أمين المشاقبي العاهل الأردني كان عنده زيارات مهمة جدا خلال هذا الأسبوع إلى أي مدى برأيكم هذه التحركات المكوكية لنشهدها بإمكانها أن تحلحل الأمور بإمكانها أن تجعل واشنطن تضغط بشكل كبير على نتنياهو والكل يعلم أنه مفتاح الحل بيد واشنطن بالتأكيد بالتأكيد يعني هناك جولة مكوكية لجلالة الملك عبد الله الثاني بدأت في الولايات المتحدة ومروراً بكندا وثم بريطانيا وثم اليوم في فرنسا وقد أكد جلالة الملك على نقاط رئيسية أساسية هي أولاً وقف إطلاق النار رفض اشتياح غزة اشتياح رفح بشكل أساسي وحماية المدنيين إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وفتح أفق سياسي جديد لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية ونجد أنه تأثير جلالة الملك ظهر اليوم في الكلام اللي تحدث فيه ماكرون في فرنسا أن هناك تطابق في وجهات النظر الأردنية والفرنسية في وقف إطلاق النار وعدم اشتياح رفح والحفاظ على حياة المدنيين وضرورة إرسال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة طبعا خلينا نحكي بنقطة أوسع الولايات المتحدة لها حلفاء بالمنطقة وكثير من الدول العربية حليفة وحلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة وبالتالي لا يجوز للولايات المتحدة أن تدير ظهرها للعرب وأن تأخذ فقط الرواية الإسرائيلية الرئيس بايدن في حديثه بالأمس ممتعذ ومحبط من السلوك السياسي لنيتنياهو وحتى يقول أنه أنه رجل سيء للغاية وتحدث كلام آخر المعروف عن نتنياهو أنه لا يرى إلا نفسه وهو مخادع وكذاب ويريد إطالة أمد هذه الحرب ليبقى هو بالسلطة ولا يهمه حتى الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس ما حصل قد حصل وسبعة أكتوبر لا توجد المصدر ومع مشاهدينا ومع ضيوفنا دائما إن كان نتنياهو سيتمسك بهذا القرار أم أنه سيرضخ في النهاية تحت الضغوطات أنا بدي أشكر ضيوف هذا الحوار الشيق الليلة دكتور أمين المشاقبي الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية من عمان أشكر أيضا ضيفي من القاهرة وزير شؤون الأسرى السابق في سلطة الفرنسطينية صفيان أبو زايد ومن حيفا الوزير السابق عن حزب الليكود المحامي أيوب قارة